بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين كتاب الزكاة الزكاة أقسام أولا فريضة وهي نوعان زكاة مال وحدها شرعا التعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين لطائفة أو جهة مخصوصة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام وتنقسم إلى أربعة أقسام ألف النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من عملات وغيرها فنصاب الذهب عشرون مثقالا أي خمسة وثمانون جراما ونصاب الفضة مئتا درهم أي خمسة وتسعون وخمسمائة جرام با السائمة التي ترعى المباحة أكثر الحول أو كله والمقصود ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم جيم الخارج من الأرض وهو الحبوب والثمار دال عروض التجارة وهي كل ما أعد للبيع والشراء ثانيا زكاة بدن وهي زكاة الفطر وهي واجبة على كل مسلم كبير أو صغير ذكر أو أنثى عبد أو حر ثانيا نافلة وهي كل مال يخرجه الإنسان على وجه التعبد المحض من فوائد الزكاة الفردية والاجتماعية وحكمها ما يلي إتمام إسلام العبد وإكماله دليل على صدق إيمان المزكي تزكي أخلاق المزكي تزكي المال تشرح الصدر تلحق الإنسان بالمؤمن الكامل سبب لدخول الجنة تكفر الخطايا تجعل المجتمع الإسلامي كالأسرة الواحدة تطفئ حرارة ثورة الفقراء تمنع الجرائم المالية تنجي من حر يوم القيامة تدفع ميتة السوء تلجئ الإنسان إلى معرفة حدود الله وشرائعه سبب لنزول الخيرات تطفئ غضب الرب تتعالج مع البلاء النازل فتمنع وصوله إلى الأرض فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر